عودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم إضافي لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحارجة بمقدار 600 مليون جونية جاء ذلك خلال اجتماع سيادته مع رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية حيث وجه السيد الرئيس بتقديم حزم تحفيزية للأطباء للارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الرئاسية في قطاعي الرعاية الصحية للمواطنين والجامعات والبحث العلمي حيث وجه السيد الرئيس ببلورة حزم تحفيزية للأطباء وتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة به لسيما في التخصصات الطبية النادرة مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل وقد شهد الاجتماع عرض الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى الجمهورية فضلا عن معدل تلقي التطعيمات والمتوفر حاليا من جرعات إضافية من اللقاحات كما تم كذلك استعراض نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة وذلك تحت مظلة مئة مليون صحة وما تم تحقيقه من مستهدفاتها على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بعلاج فيروس سي ودعم صحة المرأة المصرية والقضاء على قوائم انتظار الحالات الحارجة والتي تم من خلالها إجراء حوالي مليون ومئتي ألف جراحة في مختلف التخصصات الدقيقة والعاجلة بتكلفة إجمالية بلغت حتى الآن أحد عشر مليار وستمائة مليون جنيه من خلال أربعمائة وسبع وسبعين مستشفى على مستوى كافة محافظات الجمهورية وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية تشيد بالتأثير والمردود المباشر لهذه المبادرة على تحسين الأحوال الصحية والاقتصادية للأسر المصرية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بزيادة الموارد المالية المخصصة لدعم المبادرة بمقدار ستمائة مليون جنيه مع زيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستهدفين بالمبادرة وذلك لتعريفهم بكيفية الاستفادة منها بطريقة يسيرة وسلسة بما يساهم في رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين كما وجه السيد الرئيس بضمان استمرار ما تم تحقيقه من نتائج في إطار مبادرة الكشف عن وعلاج فيروسي من خلال الكشف الدوري المستمر والمبكر خاصة في مكونات المنظومة التعليمية بما يضمن استدامة النتائج المتحققة في المبادرة على امتداد الأجيال الحالية والمستقبلية خاصة وأن المبادرة قد أصبحت تجربة مرجعية على مستوى العالم كما تابع السيد الرئيس المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة والاكتشاف المبكر للأورام وتعزيز صحة الأم والجنين على مستوى الجمهورية فضلا عن جهود تطوير مستشفى أورام دار السلام هرمل لتصبح مركزا متطورا لتشخيص وعلاج أورام الثدي وكذلك مستجدات إنشاء المعهد القومي الجديد للأورام خمسمية خمسمية حيث وجه السيد الرئيس بسرعة استكمال كافة منشآته ومرافقه وتم أيضا عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مع استعراض الخطوات القادمة في هذا الصدد والخطة الزمنية لإدراج باقي المحافظات في المنظومة فضلا عن التحديات التي تطرأ وخطط التغلب عليها حيث وجه السيد الرئيس بضمان استدامة التدفقات المالية الخاصة بالمنظومة كعامل أساسي لنجاحها بالإضافة إلى كفاءة مقدمي الخدمة الصحية وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبد الغفار استعرض أيضا جهود تطوير منظومة البحث العلمية ومراكز الأبحاث التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية حيث وجه السيد الرئيس بزيادة عدد البحثين العلميين المؤهلين وذلك بهدف تعزيز الكوادر العاملة في المراكز والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي مع انتقائهم بشكل مهمي على أعلى مستوى لتعظيم القدرة البحثية في الدولة كما تم عرض مستجدات المبادرة الرئاسية التكنولوجيا المستقبلية الفين وخمسين والتي تضم جامعات التكنولوجيا والعلوم الحديثة المتخصصة في بعض المجالات الدقيقة مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والشمول المالي والإعلام الرقمي حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الدراسة للبلورة النهائية للمبادرة نظرا لأهميتها خاصة ما يتعلق بالتعاون مع الشركاء العالميين من الخبرات العريقة من شركات التكنولوجيا والإلكترونيات لتنفيذ المبادرة بكافة مكوناتها نظرا لأهميتها فضلا عن التكلفة التقديرية وأعداد الطلاب المشمولين وعرض السيد وزير التعليم العالي أيضا مستجدات عدد من أبرز المشروعات القومية التابعة للوزارة خاصة الأكاديمية الوطنية للرياضيات ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وكذلك الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجيا حيث وجه السيد الرئيس بأن يتم دعم مصاريف التقدم للطلاب الجدد للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية بتحمل الدولة نسبة من هذه المصاريف مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين